بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام كنا زرعنا الورد البلدي من 45 يوم فاتوا تقريبا وعملنا فيديو لحضاراتكم على طريقة الزراعة وزرعناها في الارض مباشرة لجمع المبتدئين اللي زي حالاتي وبيحيس انهم يوفروا الجهد والتكلفة وبعد كده نشوف النتيجة هيحصل فيها العقل الورد البلدي زي ما حضراتكم شايفينها احنا زرعنا عقل بطول 25 سنتي تقريبا اول عقل ما بتبتدي اتنبت بنشيل العيون اللي في الاسفل ونسيب عين او اتنين شغالين وكمان الحاجة التانية اللي بنعملها ان احنا لما بيطلع الاوراق بنحاول نخف الاوراق على قد ما نقدر ونسيب الورا اللي في وسط البرعم النامي والاوراق الكبيرة اللي حواليها بنزلها ده علشان يحصل تناسب ما بين المجموع الخضري والمجموع الجزري لازم بيبقى فيه نسبة فاقد بس بسم الله ما شاء الله يعني الناتج اللي حصل اكتر من سبعين تمانين في المية من العقل اشتغلت ونجحت زي ما حضرتكم شايفين والجميل كمال ان فيه اا عقل منها بعد مرور خمسة وعشرين خمسة واربعين يوم بس عملت ازهار زي ما حضرتكم شايفين كده هذا الزهرة وده الفرق اللي احنا بنقول عليه احنا سرعنا عقل الورد البلدي اكتر من مرة وما كانتش بتنجح بعد ما بيطلع مجموعة اوراق كانت بتموت تاني لكن الطريقة اللي احنا بنقول عليها ان احنا بنقلل البرعم النامية بحيث ان النمو يتركز في اتجاه معين وكمان بنزيل بعض الاوراق بحيث ان هو يحصل تناسب ما بين المجموع الخضري والمجموع الجزري الموعد الزراعة المناسب في شهر يناير وفبراير اللي هو واحد واثنين والمهم جدا 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 طريقة الري الري ما يبقاش بالغمر بنرش الارضية بمية بسيطة تمام والمكان يعني شبه مضلل كده بيبقى مناسب جدا وان شاء الله ربنا يكرم اللي عايز يزرع والفيديو يبقى فيه استفادة وربنا يجزيكم معنا خير ومتشكر جدا لحضراتكم والحسن استماعكم وكل عام وحضراتكم بخير ونشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته